أهلا بكم في هذا المقال الذي أصوره بشرة من موقع الجزيرة سنقرأ عن البنك الأمريكي الذي انهار نشر هذا المقال قبل ثلاثة أيام أولا سنشرح كلمة FDIC وهي اختصار لفيدرال ديبوزيت انشورانس كوربوريشن مؤسسة الفيدرالية للتأمين على الولائع ديبوزيت انشورانس ديبوزيت انشورانس تأمين على الولائع هذه المؤسسة قامت بالحجز على ممتلكات أو على البنك كلمة سيز تعني الحجز سيز هي يحجز على الممتلكات سيز أو يستولي سيز أو يصادر سيز إذن فهذه الـ FDIC هذه المؤسسة الأمريكية U.S.F.D.IC صادرت البنك استولت على البنك في الوقت الذي يسحب فيه المودعون أموالهم أو المودعون ديبوزيترز الأشخاص الذين أودعوا أموالهم الذين وضعوا ديبوزيت التي تعني الوديعات أصحاب الودائع بول كاش يسحبون المال يعني البنك فشل بعد أن قام المودعون الذين في أغلبهم عاملون في مجال التكنولوجيا والشركات المدعومة برأس المال الاستثماري كلمة حرفيا تعني خطر أو مخطرة وتستخدم كذلك بمعنى مشروع تجاري بالخصوص مشروع فيه مخاطرة إذن فمعظم هؤلاء الأشخاص الذين ذهم وذائح في البنك معظمهم عمال تكنولوجيا هؤلاء المودعون قاموا بمحاولة سحب المال من البنك كلهم في نفس الوقت ونسمي ذلك بـ created a run on it to create a run on a bank هذا مستلع خاص بالبنك عندما يخرجوا أو يذهبوا العدد كبير من الناس أو كل الناس لسحب أموالهم من البنك created a run on it the united states federal deposit insurance corporation seized the assets of silicon valley bank on friday marking the largest bank failure since washington mutual at the height of the 2008 financial crisis هنا صادرت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع FDIC صادرت أصول بانك وادي السيليكون الأمريكية يوم الجمعة مما يمثل أكبر فشل مصرفي منذ واشنطن mutual في ذروة الأزمة المالية سنة 2008 إذا كما قلنا سابقا فهذه FDIC هي اختصار لفيدرال ديبوزيت insurance corporation كلمة corporation تعني شركة ونمقصول مؤسسة مؤسسة المؤسسة الفيدرالية فيدرال للتأمين على الودائع deposit insurance صادرت أصول seized the assets seized the assets وassets تعني ممتلكات ممتلكات البنك of Silicon Valley Bank on Friday marking مما يمثل هنا marking the largest bank failure مما يمثل أكبر فشل بنكي marking the largest bank failure marking the largest bank failure since Washington Mutual at the height في ذروة at the height at the height of the 2008 financial crisis أزم المالية the bank failed after depositors mostly technology workers and venture capital backed companies began withdrawing their money creating a run on the bank سابقا أنصرحنا هذه الفقرة لكننا بنشرح كلمة withdraw withdraw their money يعني يسحبون أموالهم withdraw 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 Silicon Valley Bank was heavily exposed to the tech industry and there is little chance of contagion in the banking sector as there was in the months leading up to the Great Recession more than a decade ago big banks have sufficient capital to avoid a similar situation كان بنك Silicon Valley Bank منفتحا بشدة بشكل كبير heavily exposed للشركات التكنولوجية and there is little chance of contagion وهناك فرصة ضائلة للعدوى there is little chance of contagion contagion العدوى in the banking sector في المجال المصرفي as there were in the months leading up to the Great Depression كما كان هو الحال كما كان الحال في الأشعر التي سبقت الرقود العظيم Great Recession منذ أكثر من عقد More than a decade ago البنوك الكبيرة لديها رأسمال كاف لتجنب وضع مماتل بشكل كبير بشكل كبير لتنب بشكل كبير in deposits at the time of failure the FDIC said in a statement it was unclear how many of the deposits were above the 250,000 insurance limit أمارت FDIC بإغلاق البنك ordered the closure closure إغلاق the closure of Silicon Valley Bank and immediately took possession of its deposits واستحولت على الفور immediately immediately فورا took position took position يعني استحولت على ودائعه of all its deposits of all its deposits on Friday the bank had in assets البنك كان لديه هذا الرقم 209 مليار في من الأصول يعني كانت لديه أصول بقيمة هذا الرقم the bank had in assets assets ودائع بهذه القيمة من 45 in deposits وقت حدوث الفشل في وقت الانهيار at the time of failure the FDIC said in a statement وهذا ما قالته FDIC في تصريح statement 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 تصريح it was unclear how many of the deposits were above the 250,000 ليس من الواضح لم يطلح it was unclear عدد الولائع التي كانت فوق 150,000 دولار والتي هي حد التأمين يعني هذا التأمين لا يغطي الوضائع التي تفوق هذا الرقم insurance limit حدو التأمين notably the FDIC did not announce a buyer of Silicon Valley's assets which typically occurs when there is an orderly wind down of a bank the FDIC also seized the bank's assets in the middle of the business day a sign of how dire the situation had become FDIC لم تؤلن did not announce مشتر لأصول البنك a buyer of Silicon Valley's assets والذي عادة typically typically عادة ما يحدث occurs typically occurs الشيء الذي عادة ما يحدث عندما يكون هناك إيقاف لبنك when there is an orderly wind down of a bank when there is an orderly wind down of a bank well if the IC قامت كذلك بمصادرة وصول البنك في منتصف يوم عمل in the middle of the business day in the middle of the business day business day هو يوم عمل مثلا الأحد ليس business day الاثنين والثلاثة والأربعة إلى الجمعة وهو علامة على مدى خطورة الوضع شكراً لكم على المشاهدة وإلى اللقاء في درس آخر شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة